رؤية العراق 2030 مستقبل زاهر وإطلاق لعنان الإمكانيات عنوان بارز حمل تفاصيل الرؤية الجديدة خصصت له وحدة الدراسات الاقتصادية في مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية بحثا معمقا من حيث الخطة والشركاء وركائز والأهداف موقع وزارة التخطيط الإلكتروني وضع ثيمة الركائز التي تستند عليها رؤية العراق 2030 لكن مركز الروابط فصل بحثيا ما يمكن للعراق أن يقدمه من إطلاق العنان لإمكانياته حيث تتغلب الرؤية الجديدة بحسب المركز على التحديات كعدم الاستقرار السياسي والصراعات الداخلية ونقص الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشرية خبراء ومتخصصون وضعوا أهدافا وغايات واضحة يمكن من خلالها أن تساعد الرؤية في تركيز جهود الحكومة والقطع الخاص والشركاء الدوليين والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف التي من الممكن أن تؤهل لنمو اقتصادي وتنمية لما للعراق من وفرة في الموارد الطبيعية والزراعية الخاصبة خمس ركائز يبني العراق آماله عليها في رؤية 2030 ركيزة البناء البشري والتي تهدف للتخفيف من حدة الفقر وتوفير فرص العمل وإنشاء أنظمة خدمية عالية الفعالية ركيزة الحوكمة الرشيدة إذ تهدف لدعم سيادة القانون وتعزيز الحكم الرشيد ركيزة الاقتصاد المتنوع الذي يسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام ركيزة المجتمع الآمن وتهدف لتعزيز ثقافة التسامح والحوار والسلام وتعزيز قيم المواطنة وركيزة البيئة المستدامة والتي تركز على الحد من التلوث البيئي والانبعاثات الدفيئة وتعزيز الحفاظ على البيئة رؤية طموحة تحل جذريا معاناة العراق الطويلة لكنها بحسب محللين لن ترى النور إلا بوجود إرادة سياسية حقيقية وإعلاء لكلمة القانون فوق الجميع وإلا فلن تكون تلك الخطة سوى حبر على ورق أما الإرادة فهي بتكاتف جهود رسمية وشعبية ودولية للبدء بنفض غبار تحديات عن وجه العراقي الحديث ترجمة نانسي قنقر